المرأة الفاضلة المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع وأيضاً في عين نفسها خدمة الجسد الواحد في خدمة الجسد الواحد الرب أرسلهم اتنين اتنين واثنين خيروا من واحد والخيط المثلوس لا ينقطع سريعا وويلوا لمن هو واحد احنا خدنا ان الخادم يبقى خادم ومراته قاعدم مع العيال ومع الغسيل ومع البيت وما هاش اي حاجة لكن الرب ارسلهم اثنين اثنين بنعرف فكرة الله ازاي ان الرب ارسل الزوج وزوجك خدام مع بعض يعني انت بتحبز او بتشوف ان الرب ممكن يستخدمهم هم الاثنين في خدمة واحدة مش بس بحبز ده دي طريقة الله اي طريقة تانية مش طريقة الله الطريقة التانية اللي خدناها بسبب المجتمع الشرقي ان المرأة ما تقدرش تتكلم ما تقدرش تعلم ما تقدرش انا باشكر الرب من اجل التعليم اللي الرب اعلمني من خلال مراتي وكثيرين يشهدوا كم نساء وسيدات جابوا قدس اخداث تعليم الهي لاخرين فالرب يجي عشان يحرر المرأة وانها تكون خادمة مع جوزها ويمكن تشوفونا مع بعض باستمرار حتى لما بنوعز بنوعز مع بعض الناس باستغربة او ازاي اتنين يوعزوا لكن بنحاول نعيش نتكامل مع بعض ونغطي بعض ونحمي بعض وندفع بعض رب اندو خطة خاص اجل كل زوجة 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 يعني خاك خاص كل زوجة زوجة لازم عادو دام الرب قولي رب اعيز اي من انا احنا نحتمك ازاي مع بعض دواتي مستخيل ان احنا نعمل هو كفرد وانا كفرد واو مستخيل بنعلم الزوجين ازاي ان تتكامل خدمتهم ممكن تكون مش خدمتهم حاجة واحدة لكن ممكن تكون هو خدمته الوعز وهي خدمتها مع الاطفال كيف تتكامل الخدمات مع بعض ومن غير منافسة من غير اه احنا خلقنا علشان نتكامل مش نتنافس بالضبط فده عايزة تدريب عايزة تعليب في نفس الوقت الاحتياج لخدمة الزواج كثير فبنشجع الازواج والزوجات زي ما هم تعلموا وزي ما يعرفوا ده يعرفوا لاخرين من خلال كنيسهم من خلال خدمتهم وعلاقتهم وبندرب الازواج دول انهم يكونوا خدام في خدمة الزواج وربنا بيكرمهم وباركهم الف شكرا على الوقت الجميل اللي احنا قضينا مع بعض كان وقت رائع وكذا اسبوع بنتعلم وانا بشجع كل مشاهدنا ان هم فعلا يبتدوا يدوروا في الويب سايت بتاعنا على 2 equal 1 هتلاقوا كده tab او زرار bottom تدوسوا عليه هيدخلكم على الويب سايت ومعلومات جميلة ومفيدة جدا للزواج جينا لاخر البرنامج وبقول دايما في اخر البرنامج انا علي الاختيار وهو عليه التغيير تعلمني حاجات كتير في الاسابيع اللي فاتت الاختيار دلوقتي اختياري واختيارك انت عايز ايه عايز تعيش ساعد عايز تعيش حسب فكرة الله عايز زواجك يكون زواج حسب فكرة الله ربنا خلقنا عشان نتمتع بتزواج مش عشان من يوم متجوزنا وحياتنا تقلبت لا الله لي خطة للجواز تعالى معايا ونروح ونبص في الويب سايت ونبحث ولا نجهل افكاره عن الجواز احبائي انا بشجعكم جدا اكتبوا لنا اكتبوا طلبات الصلاة لو في مشاكل عائلية في مجموعات حوالين العالم بتصلي اكتبوا لنا اللي الرب عملوا معاكم من خلال البرامج دي شجعونا لو تعرفوا حد او عائلات محتاجة صلاة نحب ان احنا نصلي معاكم لكل الافراد وصدقوني الصلاة تقدر كثيرا في فعلها لان في ناس ابرار بتقفوا بتصلي بشجعكم على الدخول على الويب سايت على الفيسبوك اكتبوا لنا كلمونا في التليفون احنا موجودين هنا علشان خدمتكم والى اللقاء احبائي في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة واوعة تنسوا انا علي الاختيار وهو عليه التغيب